وهذه السلامة حتى اليوم للمسلمين كمان كن متواضعين يقول لك قطعي يخالف قطعيات الدين يا خيطة واضعة شوية انت متغطرس قطعيات فهمت انت كأنه فهم النظرية العلمية وفهم القرآن وأقفل قفل هو انت لا فهم لا علم ولا قرآن ولا شيء التواضع التأويلي هو سمى التواضع التأويلي جميل نفس المبدأ انتهى إليه فرانسس بيكن حين كتب في كتابه نمو أو تقدم المعرفة تحدث عن الكتابين فرانسس بيكن ليس في النور مورغانوم لا فيه تقدم المعرفة ما قال؟ قال فقط باستثناء واحد والموت غطرس جاهل لا يدري ماذا يقول كل واحد يتكلم في فهم العالم أو فهم الكتاب المقدس لا بد أن يدرك أن لفهمي حدوداً وأن هذه الحدود غير مغلقة وأنني يمكن باستمرار أن نوسع هذه الحدود حطينا اليوم الحدود هنا ونخليها على بعد كيلو متر كمان كيلو كمان باستمرار الباوندر هذه باستمرار قال فقط المتغطس الجاهل هو الفكر أنه يصل للنهاية قال ينبغى أنكم متواضعين في كلامنا عن الطبيعة وفي كلامنا في الكتاب المقدس وهذه السرعة حتى اليوم للمسلمين كمان كم متواضعين قطعي يخالف قطعيات الدين أي خطة واضع قطعيات فهمت أنت كأنه فهم النظرية العلمية وفهم القرآن وأقفل قفل هو أنت لا فهم لا علم ولا قرآن صدقني لذلك أنت أي محدود جدا جدا وتقطع استعانة بالقطع الذي تظنه قطعيا وسوف تجد أن أكثر ما تظنه قطعيا بعيد جدا جدا ونائن من القطعية التي تحسب وتظن فقاليليو بالمثل قال لك أنا أدعوكم إلى مبدأ ماذا؟ مبدأ التواضع التأويلي التواضع التأويلي وباختصار هو أنك حين تتكلم بالذات عند قاليليو في تفسير كتاب المقدس تلائمه بماذا؟ بحقاق علوم الطبيعة وغيرها قال عليك أن تتواضع وأن تعلم أنك إنما تقتنص بعض الحقيقة الكتابية بعض ما يمكن أن يفهم من النص المقدس وليس منتهى الفهم وليس كل الفهم دعي المجال لغيرك ودعي المجال لنفسك ربما في فترة أي في فترة لاحقة تكون استويت فيها على سوقك وصل بعظمك ورسخت قدمك وزدت علما وفهما صحيح؟ والله ما في موضوع على فكرة أي مخ مرن وأي مخ متفتح وذكي ما في موضوع بالموضوعات يعود إليه كرة أخرى إلا ويمكن أن يراه بزوايا جديدة صحيح؟ وأن يغير فيه الرأي والفهم هكذا طبعتنا لسنا مطلقات لسنا كائنة مطلقة هنا لا نبغل نهايات بكثرة لا لدينا القدرة نحن دائما ندرك جزءا بسيطا منها نتفى من الحقيقة وهذا نتفى وهذا نتفى لذلك لابد أن نستعين أيضا ببعضنا وأن تواضع لبعضنا وأن تواضع للزمن الزمن هو الذي سيثبت لنا أننا لم نبلغ النهاية جميل موضوع مبدأي التواضع التأويلي ترجمة نانسي قنقر